ثلاث طائرات عسكرية إماراتية بينها مروحيتان تسقط خلال شهر حزيران يونيو الجاري المروحيتان سقطت في اليمن الأمر الذي أكدته القيادة العسكرية الإماراتية وقالت إن مروحية ضمن قوات التحالف في اليمن سقطت وقتل طيارها ومساعده سبق ذلك إعلان القوات الإماراتية يوم الأحد الماضي سقوط المروحية الأولى ومقتل طيارها ومساعده التقارير الإعلامية كانت قد أشارت إلى أن المروحية الأولى سقطت في المخة بتعز فيما سقطت الثانية في البرايقة قرب عدن طائرات حربية سقطت هي الأخرى ولكن في الإمارات أثناء قيامها بطلعة تدريبية ولم ينجو الطيار ومساعده كما تحطمت طائرات حربية من نوع ميراج داخل الأراضي اليمنية في أثناء تنفيذها غارات جوية ما أدى إلى مقتل قائد الطائرة ومساعده هذه النكسات الجوية طرحت تساؤلات حول أسبابها ويشارك سلاح الجو الإماراتي في الحرب على اليمن ضمن التحالف السعودي بأكثر من 30 مقاتلة كما فرضت قضية الاستمرار في المشاركة بالحرب نفسها على الصعيدين السياسي والشعبي في الإمارات كل ذلك يأتي بعد بلوغ عدد قتل الجنود الإماراتيين في اليمن أكثر من 125 ضابطا وجنديا بينهم نحو 50 قتلوا في هجوم بصاروخ فاليستي شنه شنه الجيش اليمني واللجان الشعبية على قاعدة صافر في محافظة مأرب وتعد الخسائر البشرية الإماراتية الثانية بعد السعودية التي تشير الأرقام إلى أنها تجاوزت المئة والسبعين ضابطا وجنديا سعوديا وقد لعبت القوات الإماراتية دورا أساسيا في سيطرة قوات هادي على مدينة عدن موسيقى